مين قولي دكتور كمان بتنتشر اكتر في اي سن عند السيدات يعني اكتر سن تظهر في الاكياس دي؟ فترة الخصوبة فترة الخصوبة اللي هي بتبقى من التمنتاشر من البلوغ وما بعد البلوغ لحد ايه قرب الانقطاع بتاع الدورة واحب برضو انوه برضو من انواع الاكياس اللي هي ممكن تبقى التهابية لان بقت منتشرة جدا دلوقتي نتيجة الالتهاب اللي بيبقى في المهبل وبعض السيدات بيلجأنا الى ان هم ياخدوا علاج سواء عشوائي سواء بدون تحاليل سواء بدون فحص مصبوط وتبقى المشكلة عقيمة بقالها سنة والزيادة وتتمادة في الحوض لدرجة ممكن تأخر لها الانجاب لان ممكن تأثر على الانبيب وتسبب انسداد فيها اللي هو التهابات الحوض ويبقى الموضوع في حد ذاته بسيط من الاول ان انا اخد مسحة من المهبل عشان احلل ايه نوع الالتهاب بدل ما يكبر عندي يبقى عندي كيس التهابي في كتير من الاحيان وكمان بالنسبة برضو لان انتشار المرض اللي هو اللي الناس كلها بقت تسأل عليه اللي هو البطانة الرحم المهاجرة بتعمل كيس في المبيض نقول عليه اندومتريوزيز ده اللي هو بيبقى كيس دموي وبيكبر في ايام الدورة ويقل بعد ايه الدورة دي الاحاجات الكبيرة الاساسية اكثر انواع منتشرة الدموي والالتهابي والحميد والغير حميد اه يعني هو تقسيمتهم حميد وغير حميد وبعد كده احنا بنتكلم عن الحميد دخلنا في الحميد بس سبنا الغير حميد بقى ايه لانتشار حالاته مادرة ومع الوقت ممكن يروح لوحده عندها حقيقية ده تمام تمام كلام مظبوط جدا وكلام واضح قوي لان مش كل واحدة عندها كيس تبدأ تصرخ وعايزة تعمله جراحة وعايزة تدخل بجراحة لان الجراحة لها عواقبها والتساقات ومشاكل وما الى ذلك لان هي ممكن تنتهي زي ما سابق قلت لحضرتك ممكن لو انا تابعتها هو يعني لو انا عندي كيس واقل من خمسة سنتي بتابعه بتابعه بالموجات فوق الصوتية سواء المهبلية سواء من البطن للجماعة الرفيعين اوي بيبقى من البطن سهل جدا مع المسانة تبقى مزنوقة على الاخر على اساس ان احنا ايه نشوف الكيس بهضوح ونشوف ايه حدوده طبعا والتقدمات في الموجات الصوتية دي بنعمل عليها كمان حاجة اسمها الدبلر بحيث نشوف هل هو خط سيره ده حميده وطريقته وما فيهوش يعني دم كتير واصله والتحاليل التحاليل اللي احنا بنعملها الكيميائية ان احنا نعرف سي ايه مية خمسة وعشرين والسي تحت عشر بيه دلنا ان خط سير الكيس ده حميد ولا غير حميد يعني فيه تقدمات في الاقلمية الحمد لله بحيث سهل الامور اه فعلا ان احنا ممكن نتابعه لان احنا بنلجأش بالجراحة على طول مباشرة لا خالص غير لما يزيد الحجم عن سبع سنتيه او ان هو حصل لف الكيس نفسه لف على المبيض فبيسبب قلم شديد يختلط علينا بالنزايدة اه او يكون فرقع بيبقى عامل طبعا لان الشرياني اللي بيغزي المبيض شريان جاي من الاورطة دايركت فبيبقى اه اه كمية الناس فيه شديدة لذلك الجماعة اللي بيحصل لهم حمل لخارج الرحم بيبقى لايف سيفينج يعني مسألة حياة او موت كمية الدم اللي بتبقى جوه البطن بتبقى كبيرة جدا طبعا يعني مضعفات صعبة جدا بنسمحها الفكرة الكيس مشكل كتير ممكن يحصل يربط المبيض معاه او يلفه معاه وتحصل لا هو يلف فجأة يعني لانه بيبقى له يعني بدي كل هي بتبقى اه حاجة كده مسكية مش 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 دايرت جوه المبيض ممكن يكون طالع بحبل صغيور كده منه يروح لافف عليه يقلل الدم اللي خله ويعمل قلم شديد ودي المشكلة كبيرة كده هنتكلم يا دكتور عن المضعفات دي اكتر بنرجع يا دكتور اللي كلامنا كنا بنتكلم انه الاكياس اللي عن المبيض دي منها انواع كثيرة وطبعا يعني لما الواحد ممكن يكون الكيس عنده بدون اي اعراض ممكن يحصل اي مضعفات كبيرة زي الانفجارات اه للاكياس دي او انه يحصل مشاكل اخرى اه بدون ان الواحد يعني يكون اه في انزارات سابقة لها خلينا قول طب في اكياس تانية لها اعراض يعني اه في ناس بس ما بتحس باعراض معينة بس ما مش متوقع ان هي جاية من المبيض او ان في مشكلة في المبيض هو دي ببقتي كتير فعلا ايه الناس تدخل لقبط العمليات ويدخلوها الجراحين اساس ان هي دي زيدة وينده لاخصائي النساء المتواجد على اساس ان هو دي لقى اي كيس اه فجأة كده هوت فممكن تكون بتجيلها بعد اه ممكن تبقى اعلام زي اعلام الزي ده بالزبط وتشتبه فعلا وتدخل قبط العمليات على هذا الاساس وتطلع ان هي كيس ويستدع ايه خصائي النساء ويبدأ يشتغل وتطلع ان هي فعلا كيس اما كيس لفف اه اما كيس منفجر اما ممكن حاجة نقول عليها اسمها درموية سيست ودي في بعض ايه اللي هما البنات السن الصغير اللي هو من التمنتاشر كده للعشرين ولا حاجة ده بيبقى حاجة ايه اه خلقية اه اه نتيجة التكوين وكده فهو ده اللي بيبقى ايه موجود والقلم بتاعها اه بيبقى زي قلم الزي ده وده برضو في حالة اللي هي ايه الجسم الاصفر لما بيبقى كبر في الحجم الجسم الاصفر اللي هو بيغزي الجنين في اول تلات شهور وبيتلع هرمون البروجستيرون فبيبقى القلم بتاعه في الجنب وجبهه بالزبط لكن القلم اللي هو بيبقى الكيس اللي هو الدموي اللي هو مثلا اه كبر شوية اللي بيبقى يتلع هرمون الاستروجين اللي هو الهرمون الانسوي ده غير ده خالص بيبقى القلم بتاعه فوق الوطر اللي هو ياخد من الرجل لحد ايه الشفة. فطبيعة القلم ومكانه بيدي انتباعه انه هو ايه نوع الكيس شكله ايه. بالإضافة الى التقدم الهايل في الموجات الصوتية بنقدر نشخص الحالة والتحاليل الكيميائية بنقدر نوصل ايه ايه الموضوع ونقدر نعالجه ونتدركه كمان الحمد لله. طبعا. حجم الكيس نفسه يا دكتور يعني ممكن يحدد شدة الاعراض اللي موجودة عندها. طبعا. طالما الكيس مزادش عن خمسة سنتي ما بيقلقناش. ما بيقلقناش خالص غير ان احنا بنتابعه شهريا. ونشوف ايه الاخبار. وباذن الله مع العلاج علاجه سهل جدا. في حاجات بنيديها هرمونات تصبت التبويض زي حبوب منع الحمل. في حاجات بنيديها مضادات حيوية عشان ده التهاب عشان خاطر يخف في الالتهاب وفعلا بننجح فيها. ونلاقي بعدها بشهر المريضة جاية شافية تماما والدنيا مزبوطة طالما خدت العلاج اللي هو الناجع اللي هو ضد الميكروب اللي عندها وخفت تماما والدنيا ماشية مستقرة والحمد لله. جميل. خلينا قولي يا دكتور اه يعني الاكياز العلمانية زي ما قلنا منها انواع ومنها احجام. اه لكن التشخيص هو اللي بيحدد كل ده. تماما. هل التشخيص فقط بالموجات الفوق الصوتية ولا في اه يعني اه او انواع اخرى او اساليب اخرى من التشخيص. هو حبرتك بالموجات الصوتية دي اللي نقول عليها الجولد ستاندرد الطريقة الزهبية وبعد كده التحاليل يليها ايه المنزار الجراحي لو هو ايه يعني لقينا مسلا اه اشتباه ان هي ايه حصل انفجار او حامل خارج الرحم او كيس اه اكبر من سبع سنتي تدخل برضو عن طريق ايه المنزار دلوقتي شيء سهل وسريع ومتقدم. تماما. يعني اه هي دي اهم وسائل التشخيص عندنا اللي يعني على حسب المرحلة اللي هي وصلة بيها بنا بندخل بالوسيلة اللي اتحدد لنا اللي